اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا عندنا في مصر المايا البيضة ده اكتر حاجة لانه ده ما يعتبرش في الاصل مرض ده شيخوخي بيحصل في عدسة العين بيحصل تقريبا لكل الناس فده اللي بيخلي نسبته اعلى نسبة في الامراض اللي بتصيب العين وبتأثر على قوة الابصار. طب و ايه الاسباب اللي بتؤدي لزهور المايا البيضة على العين؟ فيه اسباب كتير قوي لسبب الاساسي اللي بيمثل 90% من المشكلة هو التقدم في السن. الحاجات التانية بتبقى نتيجة اصابات تصادم مشاكل في الجسم بتؤدي الى المايا البيضة علاجات معينة زي الكورتيزون بجرعات كبيرة في امراض المناعة بتؤدي الى ظهور المايا البيضة في سن قريب. انما الشائع والاساسي هو التقدم في السن. طب و كيف ايه تفاديه يا دكتور يعني ايه العملية معينة في. هي المايا البيضة ما بتيجي بتبقى حتامة في عدسة العين. وبيبقى الحل الانسب والمثالي والموجود والمتعرف عليه هو اجراء جراحة. الجراحة دي تقدمت جدا في في الخمستاشر سنة الاخرانين كانت جراحة في الاول بالطرق تقليدية بتاخد وقته بالبني ادم بيقعد في المستشفى اكتر من ثلاث اربع تيام. دلوقتي العملية بتاخد سبع دقايق وبيخرج في نفس اليوم ويقدر يسوق عربيته لو عمل العملية الصبح يسوق عربيته بالليل او تاني يوم الصبح. فالموضوع بقى بسيط جدا وفي عدسات بديلة للعدسة اللي هي بتاعة العين اللي حصل لها. او ما كنت عايز اجر حتراك للنقطة دي بنسمع دايما ان في جراحات بيتم تركيب عدسة في العين. ما هي جراحة المايا البيضة. هي جراحة المايا البيضة. اوكي. طيب كمان ازاي العين ممكن تبقى مرئال اي مرض بنقدر من خلال نكتشف ان فيه اي مرض. هو احنا في العين تكوين العين بيبقى عبارة عن دي الكاميرا اللي بتلقت الصورة علشان توصل للمخ لان احنا بنشوف او رؤية بتاعتنا بتبقى عن طريق المخ. الكاميرا دي بتتكون من عدسات منظومة عدسات وفيلم للكاميرا اللي هو الشبكية. الشبكية ده خلايا من خلايا المخ بيتوصل لعصر البصري والعصر البصري بيوصل لمركز الابصار في المخ. في وجود العدسات الشفافة اللي بتدخلوا الضوء فاحنا بنقدر ما نحط قطرة معينة نوسع حدقة العين اللي هي بتقفل. اه. فنقدر نبص جوه العين. نشوف الشبكية والعصر البصري ده كأننا بصينا جوه الخلايا بتاعت جزء من الخلايا المخ. فبعض الامراض اللي بتأثر على الجسم بتنقدر نشوفها داخليا من خلال الشبكية والعصر البصري. واهمها طبعا مرض السكر وفي امراض تانية كتير. طب ايه حاجة لحركة ايه علاقة اااا كبر السن وامراض السكر كمين بالعين? ااا الامراض السكر بيأثر على كل الاوعات الدموية اللي في اللي في الجسم. امم. والاوعات دقيقة بالذات. ومنها الشبكية. السكر يعني زي ما احنا بنحاول نبسط الأمور بالنسبة للمرضى بتوعنا ونشرح لهم موقف كأن السكر ده عمل زي المواسير بتاعة المية هي الشرايين بتاعتنا والسكر ده عمل زي الصدى بيأكل في الشرايين ويعمل ارتشاحات والمية تخرج بره زي ما يكون واحد عنده مواسير بايزة عنده في الحمام وكده فممكن يلاقي المنظر ده او نلاقيه على جدار الخارجي بتاع عمراته ده ما بنوصفه للمريض بيقدر يشوف فعلا الوضع بيبقى شكله عمل ازاي السكر بيأثر تأثير كبير ومش بس على الشبكية ممكن سنانه تبتدي كل الحاجات الصغيرة يلاقي ايديه بتنمل التأثير على الشبكية بيبقى من خلال التشاحات والنزيف البسيط من خلال الفتحات اللي بتتعمل في جدار الشرايين نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم ده طبعا بيأثر على عمل الفيلم بتاع الكاميرا اللي احنا قلنا عليه اللي هو الشبكية ومش موجود في مكانه او بيحصل التشحات في بيتقدم في مكانه شوية متين نحس بزغلالة وضعف في الابصار طب ازاي ان نقدر يبقى فيه وقاية من من الامراض اللي ممكن توصيب العين من جراء مرض السكر اهم حاجة اهم حاجة هو الحفاظ على مستوى السكر اطول فترة ممكن ممكن التأثير بتاع السكر ده يتأخر 30-35 سنة من ساعة ما يظهر سكر طالما منتظمين ومنتظمين جدا وده بيبقى على الجسم كله وممكن في خلال خمس سنين نلاقي تأثير عنيف جدا على الابصار وممكن نفقد الابصار بسبب اهملنا في السكر لانه كل ما نسبة السكر عالية كل ما نسبة الصدى في المواسير عالية فكل ما نسبة الفتحات عالية كل ما نسبة النزيف والارتشحات كانت اعلى وعلاجها والسيطرة عليها بتبقى أصعب طبعا غير بقى السكر بيبقى فيه شعة الليزر بنقفل بيها الفتحات دي فيه ادوية حديثة دلوقتي بنحقنها داخل العينة علشان تمتص النزيف والارتشحات اللي حصلت والادوية دي حديثة جدا وما نقدرش نخدها في قطارات او لانها بتتفعل مع المواد الحفظة الحقن داخل العين دي حاجة بسيطة جدا زي ما بنحط الاطرة بالظلط وما بيحسش بأي وجعة ما بيحسش بأي حاجة بيدي تأثير لمدة من ثلاثة اسابيع لشهر بنحتاجه مرتين ثلاثة في الحالات المتأثرة جامد جدا بنعمل بعد كده الليزر وبنقدر نأمن للشبكية ولكن بنحتاج ان احنا نحافظ على السكر عشان ما نكررش داخل حتى لو العملية نجحت وكل حاجة بس السل لازم يكون فيه حفاظ على مستوى الدواء بيرجعنا لمستوى نظر ما كناش يعني كان قبل كده ولكن بتفضل الشرايين متأثرة وبيفضل الليزر بيسد الخروم ولكن لو مستوى السكر عالي تاني هيفتح مكان تاني ويحصل للتشحات تانية ونزيف تاني هنتطر نكرر نفس العملية دي تاني فالحفاظ على مستوى السكر أساسي ولكن لو ما حفظناش أو ما كناش نكتشف السكر وجينا بمستوى نظر معين متأثر من التشحات والنزيف فيه حل جديد اللي هو الأدوية الجديدة مع الليزر هل ممكن حد يصاب بالعمى نتيجة أي حاجة تانية غير مرض السكر؟ الإصابة أو التعريف العامى ذات نفسه اللي هو عدم القدرة على الإبصار الضوء ولكن ده مش يعني التعارف بتاع منظمة السحر العالمية إنه هو المتر أو 2 متر ده يعتبر محتاج مساعدة إنما التوصيف الأكاديمي هو عدم القدرة على تحديد الضوء فيه أمرات كتير ممكن توصلنا إلى هذا المستوى ولكن فيه حياة كتير قوي نقدر نتقيها وفيه حياة كتير قوي نقدر نعلاجها وفيه عملات كتير قوي نقدر نعملها نمنع بيها ده ولكن بنحتاج متابعة وبنحتاج إن إحنا نستشير الطبيب بتاعنا ومنحتاج إن إحنا ما نتأخرش في زيارته علشان نقدر ما نوصلش للمستوى بتاع العمل يمكن في خلال ثورة 25 يناير زي ما حدرك أكيد تابعت فيه خير الشباب مصر يعني فقدوا عنهم هل فيه جراحات بتتم إن ممكن العين يرجع على البصر مرة تانية تركيب عدسة ولا موضوع كده؟ هي بتعتمد حسب الإصابة في الأسر العيني كان فيه عدد كبير من المصابين وتم إجراء جراحات كتير ناكحة واستعدت إبصار بنسبة عالية أساد في الأسر العيني جاءوا مجهود كبير وأسادة العيون في مصر كلها كانوا بيعالجوا المصابين حتى في المستشفيات الخاصة المستشفيات خاصة كتير قوي بتقدموا ولكن استعادة الإبصار أو عدم استعادة الإبصار بتتوقف حسب الإصابة فيه إصابة الطبيب ما قدرش عمل فيه حاجة اللي هي إصابة العصب البصري لأن ده الكبل الكهرباء اللي بيوصل للصورة للمركز الإبصار فيه إصابات بتبقى تهتك عنيف في العين فالأغشاية بتاعت العين كلها والصعب استعادتها تاني ولكن بنقدر في نسبة أكتر من 20% نستطيع قوت إبصار بنسمي إحنا أكاديميا إنها قوت إبصار مساعدة يعني يقدر يشوف ويمارس حياتي كويس قوي ممكن ما نوصلش لمستوى النظر اللي كان قبل الحادثة ولكن نقدر نقول إن البني آدم ده يقدر يشوف ويتعامل ويعيش ويشتغل ويبقى إنسان منتج بعينه دي بعد الإصابة وده أعتقد إنه تم في أكتر من 90% من الحالات الحمد لله خلينا كمان نقول لو تبنت مصر فعلا حاملة للوقاية من أمراض العين إن محاور اللي هتركز عليها وهل مثلا إنه هيبقى فيه الحملات دي تروح المدارس تروح القرى عشان نمنع الإصابة بأي حاجة ممكن تصيب العين إحنا المحور فيه اتنين محور أساسيين المحور العلاجي والمحور التفقيفي إحنا محتاجين الناس تعرف إنه المرض السكر بيأثر على الشبكية محتاجين إن حد يبسط لهم الموضوع زي ما أنا قلت كده إنه نقارن ده بالمواسير والصدى وتوصف اللغة نفسها لسيطة اللغة دي بتقبلها البني آدم المصري على مستوى واسع جدا الموضوع التصقيفي ده مهم جدا بالنسبة للأطفال مهم جدا إن إحنا نسقف الأب والأم إنه لازم يبقى فيه فحص للطفل حتى لو إحنا شايفين إنه هو شايف كويس ممكن ما بنكتشفش إنه مش شايف كويس إلا في المدرسة عند أولى ابتدائي تاني ابتدائي لو عملنا فحص قبل دخول المدارس منتظم ده مهم جدا ممكن بقى من ناحية العلاجات من ناحيتنا إحنا إن إحنا نعمل قوافل لكل المدارس أو في أول سنة دخول كله يتفحص بالنسبة لكبار السن إن إحنا نعمل حملات للعلاج للمياه البيضاء اللي إحنا قلنا في الأول إنها أكثر الأمراض شيوعا وأكثر الأمراض بتأثر على قوة الإبصار وعلى إنتاجية الفرد في المجتمع ده يتطلب مننا إن إحنا نعمل حملات توعية وفي نفس الوقت حملات علاج على مستوى الجمهورية وده بالفعل موجود ولكن ممكن النسبة بتاعته تبقى مش النسبة المطلوبة ممكن نوسع ده ولكن أنا أعتقد ما فيش في مصر جراح حيون أو أستاذ في الجامعة أو مستشفى خاص إلا عنده قوافل طبية وحياتك يعني كلام ده منتشر ولكن إحنا عايزين نفعله ونحطه كله في منظومة بحيث إنه ما يتضربش ما تبقىش الجامعة راح تقافلة في منطقة دي ومستشفى راح نقافلة بعدها في نفسه لازم يكون في تنظيم طب نيجي كمان طب كل يوم بتقدم وكل يوم فيه جديد فهذا كاريت تقولنا عن آخر التطورات وآخر الجزات في مجال طب العيون هو الدواء الجديد بتاع علاج الشيخوخة الشبكية والسكر ده من أهم الإنجازات لأنه كان قبليه بنستعمل دواء تاني وليزر كمكلف جدا الدواء ده برضو مكلف لأنه الشركات دايما بتحب تبيع التكنولوجي بسعر غالي في الأول ولكن هو بقى أقل تكلفة وبقى مفيد أكتر آآ في عندنا الفيمتو ساكند ليزك آآ ده ثورة في تصحيح الإبصار بقت العملية أسهل كتير قوي وأأمن كتير قوي وبقت آآ كومبيوترايزد أكتر وبقى ما فيش نسبة أخطاء عدمت تماما وهو من الأول إحنا كنا ليزك دايما بنبقى يعني حاذرين جدا فيه ولكن دلوقتي التكنولوجيا الجديدة دي بقت آآ يعني كنت بقى اشتركوا في القناة